أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سورة ياسين هذه السورة من السور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بزمن طويل وسميت سورة ياسين بهذا الاسم لابتدائها بهذين الحرفين ياسين فياسين هنا تعتبر من الحروف المقطعة مثلها في ذلك مثل ألف لام ميم ومثل حاميم ونحوها من الحروف التي وردت في أوائل السور التي ابتدأت بهذه الحروف المقطعة وهذه وسورة ياسين من السور المثاني التي ورد فيها الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة السبع يعني السبع الطوال وأعطيت مكان الزبوري المئين يعني السور التي تزيد آياتها عن مئة آية وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وهي هذه السور منها سورة ياسين وفضلت بالمفصل والمفصل هو من سورة قاف على الصحيح إلى آخر سورة الناس وفي هذا الحديث فائدة يمكن أن يستفيد منها الباحث وطالب العلم وهي عن نواز بينما اجتملت عليه هذه السور وبينما فضلت عليه يعني مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيت مكان الإنجيل المثاني المثاني نعم والمقصود بالمثاني هنا السور المثاني وليس المقصود بها هنا في الحديث سورة الفاتحة كما في حديث أبي سعيد بن المعلم فيوازن بينها بينما اجتملت عليه هذه السور المئين والطوال والمفصل وبينما فضلت عليه من التوراة والإنجيل خاصة التوراة والإنجيل لأنه موجود جزء منها وإن كان محرفا لكن يمكن للباحث أن يستفيد منه ومما ورد في فضل سورة ياسين على وجه الخصوص ما أخرجه ابن حبان عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له وهذا أخرجه ابن حبان في صحيح وهناك أحاديث ضعيفة وبعضها موضوع في فضل سورة ياسين من أمثال قولهم أن الله تبارك وتعالى قرأ طاها وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا طوبى لأمة ينزل هذا عليهم وطوبى لألسن تتكلم بهذا وطوبى لجوف تحمل هذا أو لأجوف تحمل هذا وهذا حديث ضعيف باطل وأيضا الحديث الذي روي في أن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات فهذا الحديث موضوع باطل أنا أذكره لكم حتى تتنبهوا إلى أنه باطل وأيضا من قرأ ياسين ابتغاء وجه الله ثم قال في آخرها فقرأوها عند موتاكم وبعض الناس يفعل هذا وهذا حديث ضعيف لا يصح وهذه السورة كما قلت لكم سورة مكية ونحن عندما نقول سور مكية نراعي أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وهو في حالة من الضعف والاستضعاف ولذلك جاءت هذه السورة لموضوعات معينة كان القرآن الكريم يركز عليها في العهد المكي ويمكن أن نقول أن سورة ياسين تناولت ثلاث قضايا أساسية نعتبرها محاور أساسية لسورة ياسين المحور الأول هو إثبات البعث وهذا هو موضوعها الأساسي إثبات البعث والجزاء والنشور يوم القيامة والموضوع الثاني هو قصة أهل القرية وهي متصلة بهذا المحور أيضا والمحور الثالث هو الأدلة والبراهين على توحيد الله سبحانه وتعالى سوف تأتي معنا في آخر السورة أو لم يروا أن خلقنا لهم مما إلى آخره فهذه ثلاثة محاور أساسية الإيمان بالبعث وقصة أصحاب القرية وتوحيد الألوهية أو الأدلة والبراهين على وحدانية الله سبحانه وتعالى وقد ورد في قوله سبحانه وتعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم في أول السورة عن أبي سعيد الخدر رضي الله عنه قال كانت بن سلمة في ناحية من المدينة بعيدة عن المسجد فأرادوا أن نقله إلى قرب المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن آثاركم تكتب فلا تنتقلوا وهذا أخرجه التلمذي طبعا عندما يذكر العلماء هذا الحديث نحن نقول أن السورة مكية أليس كذلك ثم نقول هذه الآية سبب نزولها حادثة في المدينة فكيف يمكن أن نجمع بين هذا الكلام هذا قول أن هذه الآية مستثناء من السورة فتكون هذه الآية نزلت في المدينة وباقي السورة نزل في مكة هذا قول وبعض العلماء يقول ذلك نعم وإما أن نقول إن السورة كاملة مكية كما قلنا السورة كاملة مكية ولا يصح أن نستثني آية أو جزء من السورة فنقول أنه نزل في المدينة إلا بدليل صحيح وهنا ليس هناك دلالة ولكن غاية ما يمكن أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بهذه الآية لبني سلمة عندما أرادوا أن ينتقلوا من مكان بعيد إلى مكان قريب من المسجد فقال لهم ابقوا في أماكنكم حتى يكتب الله لكم آثاركم وأنتم تأتون إلى المسجد وتنصرفون واستشهد لهم بقول تعالى إننا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم يعني وآثار أقدامهم هنا وقد ابتدأت السورة بهذه الأحرف المقطعة وقد مر معكم في المجالس السابق الحديث عن الأحرف المقطعة والكلام العلماء فيها طويل ولا يوجد دليل صحيح صريح قاطع يدل على معنى واحد لهذه الأحرف المقطعة ولو ورد دليل صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الأحرف المقطعة لكنا توقفنا عنده لكن لأنه لم يرد فيها دليل فالعلماء يجتهدون في معرفة الحكمة من هذه الأحرف المقطعة في بداية السور والأقوال الكثيرة من أوجهها إن صح التعبير ومن أجودها القول الذي يقول إن الله سبحانه وتعالى ابتدأ هذه السور بالأحرف المقطعة للتحدي والإعجاز للعرب الذين يخاطبون بهذه الأحرف وبهذه السور فكأنه يقول لهم هذا القرآن الذي أنزلته على النبي صلى الله عليه وسلم هو مكون من هذه الأحرف التي تعرفونها ألف لام يا سين نون إلى آخره وهناك من أقوال أخرى بعضهم يعتبرها قسم بعضهم يعني يذكر لها معاني أخرى لكن كما قلت لكم هي كلها أقوال اجتهادية وليس هناك قول يعني يجب المصير إليه ثم يقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن الحكيم فيقول يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين فهو يقسم بهذا القرآن العظيم ويصفه بأنه حكيم أي محكم شديد الإحكام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وجواب القسم إنك لمن المرسلين لأن المشركين الذين يخاطبون بهذه الآيات ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته فالله سبحانه وتعالى يقسم على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من المرسلين فقال إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم والصراط في اللغة هو الطريق المستقيم ووصفه هنا بأنه صراط مستقيم مع أن الصراط في اللغة هو الطريق المستقيم فلو قال إنك لمن المرسلين على صراط لدل ذلك على أنه مستقيم لكن الله سبحانه وتعالى أكد هذه الدلالة بهذا الوصف المغاير فقال على صراط المستقيم كما في سورة الفاتحة في قوله إهدنا الصراط المستقيم للإشارة إلى أنه هذا هو الطريق الوحيد الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى في حين أن الطرق الضلالة وطرق الكفر كثيرة ولذلك قال ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله سبيل واحد سبيل الجنة قال على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم إشارة إلى القرآن الكريم أنه منزل من الله سبحانه وتعالى ولاحظوا معي يا أخواني الوصف في قوله تنزيل العزيز الرحيم وقوله في وصف القرآن القرآن الحكيم وهذه الأوصاف مهمة وينبغي أن يتوقف القارئ عندها لماذا يصف الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم بأنه حكيم ومحكم وشديد الإحكام حتى يطمئن المسلم إلى أن هذا القرآن الذي بين يديه ليس فيه نقص بوجه من الوجوه لأنهم كانوا يطعنون في هذا القرآن وسوف يأتي معنا أنهم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر وبأن القرآن الكريم عبارة عن شعر ثم قال الله سبحانه وتعالى تنزيل العزيز الرحيم لاحظوا الوصفين العزيز مأخوذ من العزة وهي القوة والمنعة فالله سبحانه وتعالى عزيز لا يغالبه أحد ولا ينازعه في ملكه أحد الرحيم فهو مع عزته وقوته سبحانه وتعالى ومنعته فهو رحيم بخلقه ولذلك هذا القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ما أنزله إلا رحمة بخلقه رحمة بخلقه ولذلك لاحظوا أنه في سورة طه قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وإنما أنزلناه عليك لتسعد وهذا هو مقتضى الرحمة التي تظهر أيضا في هذا الاسم العظيم ثم قال الله سبحانه وتعالى مبينا الحكمة من إرسال الرسول ومن إنزال القرآن فقال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون وهذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث في حين فترة من الرسل أليس كذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بعث على حين فترة من الرسل وانقطاع من الرسل بدلالة هذه الآية وبدلالة الحديث قول الله تعالى هنا ما أنذر آباؤهم فهم غافلون وهذا فيه يعني مقتضى الإنصاف من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء فهو يقول أنهم لم يؤمنوا لأنهم كانوا في غفلة عن هذا الوحي وعن هذا الهدى فهو إشارة يعني اعتذار لهم بأن ما أنتم فيه من الكفر ومن الشرك ومن الضلال سببه أنه لم يأتكم رسول يبين لكم وفيه دعوة لهم إلى الإيمان وإلى الاستجابة فقال ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لكن لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هناك من هؤلاء الكفار والمشركين من سوف يصر على كفره وعلى تكذيبه ولا ينفع في هؤلاء دعوة رسول ولا رفق في دعوة لأن الله قد كتب عليهم الكفر فلا يؤمنون من أمثال أبي لهب مثلا وأبي جهل ونحوهم فقال الله سبحانه وتعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون يعني حق عليهم القدر في الكتاب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بأن هؤلاء لن يؤمنوا ولو جئتهم بكل آية وفي هذا أولا تسلي أهل النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم كثيرا ويحزن عليه الصلاة والسلام ويضيق صدره لتكذيب هؤلاء فالله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكن في صدرك حرج وقال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ونهاه سبحانه وتعالى عن الحزن وعن الأسى على أمثال هؤلاء المكذبين وقال إن عليك إلا البلاغ ما على الرسول إلا البلاغ وهكذا فوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هي البلاغ المبين الواضح وأما استجابة هؤلاء وعدم استجابتهم فليست من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كذلك ليست من شأن أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما عليك أن تبين وتوضح الحق بدليله ثم لا عليك بعد ذلك استجاب الناس أو لم يستجيبوا الله سبحانه وتعالى يصف هؤلاء والذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لقد حق القول على أكثرهم ولاحظوا أنه يقول على أكثرهم ولم يقل عليهم للإشارة إلى أن هناك من استجاب وأيضا في هذه الآية فائدة إلى أن المستجيبين دائما أقل من المعرضين ولذلك قال الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولذلك تجدون العالم اليوم كم عدد المسلمين فيهم نسبتهم قليلة ليس كذلك مقارنة أو موازنة بنسبة غير المسلمين من النصارى واليهود والبوذين وغيرهم فتجد النصارى الآن بالمليارات تجد الهندوس كذلك ولكن المؤمنين نسبة قليلة ثم الذين يعني هم على المنهج الصحيح هم أقل في نسبة المسلمين أيضا ليس كل من ينتسب الإسلام فهو أيضا على الصراط المستقيم الذي ذكره الله في هذه السورة وبالتالي في قوله سبحانه وتعالى لقد حق القول في الأزل وفي القدر على أكثرهم فهم لا يؤمنون ثم وصفهم الله سبحانه وتعالى قال إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وهذه صورة يصور الله سبحانه وتعالى بها المعرض المكذب بأنه كأنه مغلول عن الاستجابة قد غل الله وأيديهم هكذا ثم غلها إلى أعناقهم هكذا فأصبحت رؤوسهم مرفوعة بهذه الطريقة لأنها مغلول أيديهم بهذه الطريقة وهذا في اللغة هو الإقمح فهم مقمحون يعني مرفوعة رؤوسهم هذا هو الإقمح فتخيل مثل هذا مغلول عن الاستجابة كما يغل مثل هذا الشخص الذي تربط يديه إلى بعضهما ثم تربطان إلى عنقه فهو لا يستطيع أن يتصرف ولا يتحرك ولا يتحكم في يديه فكذلك هؤلاء الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه قد منعهم كفرهم والقدر الذي قدره الله عليهم ومنعهم من الاستجابة فلن يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون والإقمح هو أن الإنسان يرفع رأسه إلى السماء هكذا هذا هو الإقمح وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ أيضا هنا تأكيد لهذا المعنى وهو أشبه ما يكون بضرب المثل كما يقول قتادة وغيره وهو أن الله سبحانه وتعالى حال بين هؤلاء الكافرين المعلضين وبين الإيمان كما يحول السد بين الإنسان وبين الوصول إلى مراده فيقول جعلنا من بين أيديهم يعني من أمامهم سدًّا ومن خلفهم سدًّا فأغشيناهم فهم لا يُبصِرون وكان ابن عباس يقرأها بالعين فيقول فأعشيناهم من العشاء فأغشيناهم فهم لا يُبصِرون وهذا إشارة نعم والله طبعا هذه مسألة طبعا الأخ يسأل يقول الله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم الناس شيئا وهو سبحانه وتعالى منزه عن الظلم فكيف الله سبحانه وتعالى يُقدِّر على هؤلاء في الأزل أنهم من أهل جهنم وبالرغم من أنه يُرسل إليهم الأنبياء ولكنه يقول للنبي ترى هؤلاء لن يؤمنوا وهذه مسألة تعلق بالقضاء والقدر أيها الأخوة وأن الله سبحانه وتعالى قد كتب مقادير الخلائق على الخلائق قبل أن يخلق السماوات الأرض وهذا الإيمان ركن من أركان الإيمان الستة كما تعلمون أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان نحن نؤمن به ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام عندما احتج على آدم فقال لآدم عليه الصلاة والسلام لماذا أخرجتنا من الجنة فقال له آدم عليه الصلاة والسلام يا موسى كيف تلومني على شيء قد كتبه الله عليه قبل أن يخلق السماوات الأرض فحج آدم موسى طبعا قد تقول ما هي الحكمة نحن نقول الله أعلم الله سبحانه وتعالى نحن نقول سمعنا وأطعنا لكننا نجزم بأن الله سبحانه وتعالى يعلم من قلوب هؤلاء من الكفر والإعراض ما جعله سبحانه وتعالى يكتب عليهم هذا الكتاب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة رضي الله عنهم إن الله قد كتب المقادير يعني قدر لأهل الجنة أهلها وقدر للنار أهلها فقال أحد الصحابة يا رسول الله فلما العمل إذن يعني مدام أن الله قد خلق الخلق للجنة وخلق لها أهلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة مهمة وهي التي تهمنا نحن قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له بل وفي بعض الأحاديث يعني أحاديث في غاية التخويف في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعمل الرجل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ويعمل أحدهم بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ولذلك نحن نقول آمنا بالله سبحانه وتعالى ونحن نحرص على أن نعمل بعمل أهل الجنة ونسأل الله أن نجعل نوياكم من أهل الجنة فهذه قضايا أيها الأخوة قضايا غيبية لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها ولولا أن الله أخبرنا بها في هذا الكتاب ما علمنا عنها شيئا وهذا من فضل الله علينا أيها الأخوة لذلك الإيمان بالقضاء والقدر يستلزم الرضا والتسليم والانقياد والطمأنينة والصبر والاحتساب وهذه المعاني كلها يفتقر إليها الكفار الذين لا يؤمنون بالقضاء والقدر ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر وهذه من أعظم المعاني التي ينبغي أن تترسخ في نفس المؤمن من قراءته لكتاب الله سبحانه وتعالى وتأتي على الإنسان أشياء لا يستطيع عقله أن يتصورها لكن الله سبحانه وتعالى ذكر طرف منها وأغفل عننا أشياء وسوف تأتي الآن ذكر بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل الذين لا نعرف عن تفاصيلهم شيئا وهناك بعض الرسل ذكر الله لنا طرفا منهم وبعضهم ذكر تفاصيل كثيرة عنهم لحكمة نعود إلى قوله سبحانه وتعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون هذا إشارة أيضا أخرى إلى شدة تكذيب هؤلاء وإعراضهم وأنهم لا يهتدون إلى الحق فهي أيضا تسليها للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف على نفسه عليه الصلاة والسلام من إعراض هؤلاء وتكذيبهم طيب ثم يقول الله سبحانه وتعالى وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فيقول يا محمد يستوي في حال هؤلاء أن تدعوهم أو لا أو لا تدعوهم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم يقول الله سبحانه وتعالى هؤلاء المعرضون يا محمد لا يستجيبون لك ولو أنذرتهم وأكثرت في إنذارهم وإنما يستجيب لك يا محمد من خشي الرحمن بالغيب ومن اتبع الذكر والمقصود من اتبع الذكر أي من آمن بهذا الكتاب وخشي الرحمن بالغيب وهذه صفتان من صفات المؤمن والكثيرة طبعا ولكن هذه الصفتان يعني ذكرهم الله وخصهما هنا وهي من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب اتبع الذكر الإيمان بالقرآن الكريم وما جاء فيه والله سبحانه وتعالى سماه ذكرا لأن الله سبحانه وتعالى جعله ذكرا لنا نذكر الله به فهو من أعظم الأذكار قراءة القرآن والأمر الثاني أن الله قد جعله ذكرا حسنا للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال في سورة الزخرف وإنه لذكر لك ولقومك فهي تحتمل هذا وتحتمل هذا المعنى قال من اتبع الذكر آمن بهذا القرآن الكريم وخشي الرحمن بالغيب وهذه الصفة من أخص صفات المؤمنين الصادقين أي والإخوة وهي الإيمان بالغيب نحن الآن أنت تسأل قبل قليل وتقول كيف أن الله سبحانه وتعالى يقدر هذا نحن نؤمن به ثقة وتصديقا وإيمانا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نؤمن بجهنم ونؤمن بالجنة ونؤمن بالأنبياء السابقين عليه الصلاة والسلام وهذا كله إيمان بالغيب ونؤمن بمعجزة موسى أليس كذلك العصى ونحن ما رأيناها لكنه تصديق لهذا القرآن وتصديق للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا كله من الغيب ولذلك جعله الله من علامات المؤمنين وأكثر من ذكره في القرآن الكريم صفة للمؤمن الصادق ولذلك قال الله في سورة البقرة في أولها ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن للمتقين الذين يؤمنون بالغيب أول صفة الذين يؤمنون بالغيب لكن الذي لا يؤمن إلا بما يشاهد سوف يندم في الآخرة عندما يرى جهنم التي كان يتوعد بها فيقال لهم هذه جهنم التي كنتم توعدون والتي كنتم بها تكذبون لكن خلاص ما عاد ينفع الإيمان ولذلك لاحظوا حتى ستأتي معنا قصة الشمس كيف أن الشمس تغرب من مغربها وتشرق من مشرقها لكن سوف يأتي يوم تشرق من المغرب طبعا هذا منظر غير مألوف ليس كذلك عندما يراها الناس يؤمنون لكن بعد فوات الأوان ولذلك هذه من علامات الساعة الكبرى ولذلك نسأل الله أن نجعلنا وإياكم من المؤمنين بالغيب ثم يقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم يعني الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بهذا وهو الخالق وهذا توحيد الربوبي نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحي المميت ليس كذلك توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله والمشركون من الأهل الجاهلية كانوا يؤمنون ببعض هذه الأمور فيؤمنون بأن الله هو الخالق ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله فهم يؤمنون بأنه الخالق لكنهم لا يرون أنه يستحق العبادة بمفرده فقط وإنما يشركون معه غيره وإذا قيل لهم في ذلك قالوا إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفا لأننا نشاهدهم هذه الأصنام نشاهدها فنحن ننشط في عبادتها والسجود لها والنذر لها وهي تقربنا إلى الله شف هذا الفهم المعكوس والله سبحانه وتعالى ليس بيننا وبينه واسطة ولا حجاب حتى الأنبياء عليه الصلاة والسلام ليسوا واسطة بين الله وبين خلقه ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي وَلَمْ يَقُلْ فَقُلْ لَهُمْ إِنِّي قَرِيب وقال وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب خاطبهم مباشرهم أجيب دعوة الدعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وهذا من المعاني العظيمة التي رسخها الإسلام في نفوس الأتباع أنه ليس بينك وبين أحد واسطة إذا أردت أن تتوب فتوب إلى الله وتحج له وتذبح له وتنذر له لا تشرك معه غيره ومن أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره تركه الله سبحانه وتعالى وشركه إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم هذا المعنى فيه بشارة أن الله سبحانه وتعالى يكتب أعمالنا كلها ما عملناه من الخير فهو مرصود ولذلك قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى في صحيفته يوم القيامة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فالله يقول هنا إن نحن نكتب نحيي الموتى ونكتب ما قدموا يعني من الأعمال وآثارهم قال العلماء وآثارهم أي وما بقي بعد موتهم من أعمالهم التي كانوا هم سببا فيها يعني مثلا واحد يعمل عملا من أعمال الشر ويموت ولكن هذا العمل يستمر بعد موته كمن يعني يدعم القنوات الفضائية التي تفسد أديان الناس وأخلاقهم فإن يبقى إذمها بعد موته ونحو ذلك من الأعمال التي يعني تعتبر سيئة جارية يعني على وزن صدق جارية فالله يقول نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين والإمام المبين هو الكتاب الذي يكتب فيه عمل العبد كله يأتي يوم القيامة ووضع الكتاب هذا الكتاب هو الإمام المبين اسمه الإمام المبين لأنه كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى يوم ندعو كل أناس بإمامهم فبعض العلماء فسرها بأن المقصود بإمامهم يعني ندعو كل واحد وكتابه معه وكل إنسانا ألزمناه طائره في عنقه وهذا المقطع يمكن أن نستفيد منه فوائد نجملها لكم أن فيه تقرير للنبوة أليس كذلك حاميم ياسين والكتاب إنك لمن المرسلين فيه إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة وفيه بيان الحكمة من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون وليست هذه الوظيفة الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه بشير ونذير لكنه خص هنا النذارة لأن المخاطبين أحوج إلى النذارة منهم إلى البشارة وأيضا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على فترة من الرسل كما تقدم معنا ما أنذر آباؤهم فهم غافلون ومنها أن الذنوب تقيد صاحبها وتحول بينه وبين الأعمال الصالحة كما حالة الذنوب وحال الشرك بين هؤلاء وبين الإيمان كما قال الله في آية أخرى وحيل بينهم وبين ما يشتهون وفيها أيضا بيان أن من سن سنة حسنة فله أجرها وكذلك من سن سنة سيئة فله وزرها أو عليه وزرها ومن الفوائد أيضا تقرير عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر وأن كل شيء في كتاب مكتوب وهو الذي عبر الله عنه في هذه الآية بالإمام تلاحظون الآن بعد عرض قضية الوحي والرسالة والنبوة في مقدمة السورة ذكر الله هنا مثلا واقعيا لتكذيب هؤلاء وإيمان هؤلاء وإرسال الرسل الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كان تعرض لتكذيب ولسخرية والاستهزاء فكان عليه الصلاة والسلام في أمس الحاجة إلى المواساة والتثبيت وهذا من حكم نزول القرآن الكريم مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة قال الله سبحانه قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا فالله سبحانه وتعالى يقص على النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القصص ليثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وهي كذلك مثبتة لأفئدة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم نحن عندما نقرأ الآن كيف أن الله أرسل الرسل إلى هؤلاء المكذبين فقتلوا هؤلاء وكذبوهم ثم ذكر الله لنا عاقبة المؤمنين وعاقبة المكذبين في الآخرة هذا يزيد إيماننا ويزيد يقيننا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم وثباتنا على هذا الدين وكثرت لجوءنا إلى الله سبحانه وتعالى للتثبيت وإلى آخره يقول الله سبحانه وتعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث أولا أين هي هذه القرية الجواب الله أعلم تجدون في بعض كتب التفسير أنها أنطاكية وهذا غير صحيح لأن هذه القصة قد وقعت قبل بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام بأزمنة طويلة وبعض المفسرين يقول إذا أرسلنا إليهم اثنين أن المقصود بها قرية أنطاكية وأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هو الذي أرسل هؤلاء الرسل فأرسل اثنين وبعدين أرسل واحد ثالث فعززنا بثالث يعني قويناهم بشخص ثالث فنقول هذا الكلام غير صحيح لأسباب أولا أن الله سبحانه وتعالى يقول يقول ماذا يقول إذ أرسلنا نحن ولم يقول إذا أرسل عيسى هؤلاء الرسل وفي القرآن الكريم لم يذكر الله سبحانه وتعالى أنه أرسل أو لم يذكر الرسل إلا الذين أرسلهم هو سبحانه وتعالى ذكر نوح وذكر موسى وعيسى ومحمد وإبراهيم هو الذي أرسلهم ولم يذكر في القرآن الكريم رسولا أرسله غيره فلذلك القول بأن هؤلاء الرسل أرسلهم عيسى هذا غير صحيح والقصة قد وقعت قبل عيسى وأنطاكية لم تدخل في الإسلام كاملة في دين عيسى إلا بعد موت عيسى عليه الصلاة والسلام فجاءها إثنان من أتباع عيسى وآمنوا بهم وكانت هي أول قرية آمنت بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وأنطاكية تعتبر الآن تقريبا ما بين سوريا وبين تركيا يعني قريبة من الشاطئ البحر الأبيض المتوسط تقريبا هذا في سوريا يعني فالقول الصحيح أن هذه القرية لا يدرى أين هي الله أعلم وهذا إبهام وهذا فائدة مهمة بالنسبة لنا يا أخواني أن المبهمات في القرآن الكريم لا فائدة من التصريح بها لأن الحكمة متحققة بدون معرفتها ما يهمنا هذه القرية هل هي أنطاكية ولا دمشق ولا بيروت هذه لا تغير من الحكمة والغاية التي من أجلها نزلت الآيات شيئا ولذلك يبهم الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى من هو؟ لا ندري لكن الحكمة متحققة حتى مع جهالة عينه تفضل الشيخ عندك سؤال؟ أو عفوا بعد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام الأخ ينبه يقول لا تقول بعد موت عيسى نعم بعد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام ويعني رفعه إلى السماء طيب يقول الله سبحانه وتعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون هذه القصة يذكر الله وأنه أرسل رسولين هو الذي أرسلهم إلى قرية من القرى فكذب أهل هذه القرية هذين الرسولين فأرسل الله رسولا ثالثا إما معهما وإما بعدهما حتى يقيم الحج على هؤلاء ولكنهم استمروا في تكذيبهم وقالوا إنا تطيرنا بكم يعني تشاءمنا بكم وأنتم أيها الرسل وجه شؤم علينا وما يقع في بلدنا من المصائب بسببكم كما كان يقول ذلك أتباع أو المكذبون للأنبياء عليه الصلاة والسلام فثم هددوهم بالقتل لإن لم تنتهوا لنرجمنكم رجما بالحجارة أو لنرجمنكم نسبنكم ونجتمكم والصحيح أنها تدل على المعنيين معا لنرجمنكم بالحجارة وبالكلام وليمسنكم منا عذاب أليم تهديد فقال لهم هؤلاء الرسل طائركم معكم والطائر هو العمل وجزاؤه العمل وجزاؤه يقال له طائر كما في قوله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابي القوم انشورى أي ألزمناه عمله وجزاء عمله في عنقه بل أنتم تقولون ذلك أئن ذكرتم يعني هل ترفضون هذه الدعوة لأننا ذكرناكم بالله سبحانه وتعالى وخوفناكم به بل أنتم قوم مسرفون والإسراف هو مجاوزة الحد في الأمر فالإسراف في الماء مجاوزة الحد في استخدام الماء والإسراف في التكذيب هنا والطغيان فيه هو الطغيان فيه وهذا المقطع أولا نستفيد منه فائدة أولا أن الله سبحانه وتعالى قد بعث قبلك يا محمد أنبياء كثيرون اثنين أنهم قد لقوا تكذيبا واستهزاءا وسخرية كما لقيت أنت ثلاثة أن الذين يؤمنون بهؤلاء الأنبياء وهم ثلاثة آمن بهم رجل واحد سوف يأتي معنا في المقطع القادم ونستفيد من هذا المقطع أيها الأخوة استحسان ضرب المثل فلاحظوا أن الله ذكر لنا كيف أنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكذبه قومه ثم ضرب لنا مثلا حيا وقع في الأمم السابقة ومن فوائد هذه الآيات تشابه حال الكفار في التكذيب والإعراض واتهام النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس فيه عليه الصلاة والسلام نتوقف عند هذا الحد وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك